طيب دي الجزئية الجزئية التانية وبرضه من فترة قلت تلاكت اتكلمت على بطولة 99 ووجهت سؤال للتحاد الكورة امتى يا جماعة هتفصلوا في دورة 99 يعني الفرق كانت بتتمرن يعني فريق الاية تحديدا كان بيتمرن الفترة السابقة عشان يستعد للبطولة اتحاد الكورة حدد معاد وبعد كده اجل اقامة هذه المباراة انبارح اتحاد الكورة عمل اجتماع ويحددوا او اعتمدوا كل بطولات الناشئين بالفرق الفائزة بيها لكن لم يتحدث ولم يشير حتى الى دورة 99 قالك الـ 2001 الاهل فاس بيه 2003 الزمالك 2006 الاهل فاس بالقرعة طيب 99 ازرفها ولا عشان دورة 99 هذه المباراة مرتبطة بنتيجة مباراة الزمالك في الدورة العام بسبب مشاركة احد اللاعبين واللي لم يعني يستنفذ مدة العقوبة في دورة 99 كلنا عارفين الخطأ اللي حصل واتحاد الكورة من وقتها من بعد هذا الخطأ مش قادر ياخد قرار في دورة 99 انا بجبلكو من الاخر وبصراحة اي قرار هياخد اتحاد الكورة في دورة 99 هيكون ليه اثر كبير جدا على ترتيب الدورة العام ونقاط فرق الزمالك والاهل في الدورة الفترة اللي جاية فعشان كده واسق ان اتحاد الكورة مش اخد قرار في التسعة وتسعين واقصى حاجة ممكن يقولك في النهاية اصلها دورة تنشطية مش دورة رسمية طب ايه بها تقول اي حاجة عشان على الاقل النادي الاهلي لو عايز يبدأ يشتغل الفترة الجاية ويحضر للملف ده الفترة الجاية يكون عارف وبيشتغل ازاي على الاقل حتى على مستوى اللاعبين يعني انا عندي لعبة في التسعة وتسعين هأيدها في البطولة الافريقية القادمة من ضمن الاربعين اللاعب ولا مش هأيدهم هطلع اعارات ولا مش هطلع يعني على الاقل يفيدني عشان ما تكونش الخسائر مالية وفنية وإدارية وكل حاجة انت عندك خطأ بتحاول تداري هذا الخطأ ما تعملش مشاكل واخطاء تانية لفرقة بتحضر وبتشتغل سواء في قطاع ناشئين حتى بتحضر للفريق الاول اللي بيشتغل على قيمة المسلم القادم الافريقية لان المسلم القادم بالتأكيد هيكون فيه تفاصيل كتير مزدحمة مباريات محلية ودوري ومسابقات ناشئين وفيه كلام كتير جدا فلما تعتمد البطولات قول دورة تسعة وتسعين اظروف ما تجيش عند التسعة وتسعين وتعمل نفسك مش واخد بالك لان هنا هيبقى فيه فكرة بقى ان احنا ايه بنركز في النتائج وبنلعب في النتائج وبنقولش التسعة وتسعين حصل فيه ايه والدوري الممتاز تأثيره ايه عليها يعني انا كده بنخش بقى في سكة بعيدة وبنحاول نبعد عن فكرة التسعة وتسعين طيب الموضوع التالت وفي ظل ان الاهلي الحمد لله يعني ماشي في الدوري بشكل طيب وعدد المباراة المتبقية بإذن الله اذا الاهل فاس بعرد المباراة بالنقاط الكاملة هيتخطى الزمالك و هيكون فيه ضغوط على الزمالك الفترة الجاية للحاق بالنادي الاهل المباراة الاخيرة ممسموح الحمد لله النتيجة كانت ممتازة جدا و قبل النتيجة كانت الاداء و قبل النتيجة والاداء هو التحدي والاسرار و روح الفنانة الحمرة ان الاهل لما بيتعادل المباراة او لا قدر الله بيخسر بتبقى المباراة التانية صعب على اي فريق يواجه النادي الاهل وده على مداري التاريخ الناس كلها عارفة ان الاهل اللي ما بيتعادل في اي مباراة او لقدر الله بيخسر استحالة يتقرر ده الامر للمرة التانية على التوالي فكانت مباراة سموحة جرس انذر للكل ان ما حدث مباراة بيرمز هو كان بيدينا احنا واحنا اللي ممكن ما نكونش خدنا المباراة بجدية في الجزء الاخير لكن اللي حصل ده انا شايفه من وجهة نظري استفادة كبيرة جدا للفترة القادمة ده ظهر في مطش سموحة باذن الله انا استمر عليه في مطش المقولين ثم مباراة المقصة المباراتين القادمتين يا جماعة مباراتين صعبتين جدا مطش المقولين بيقود المقولين عماد النحاس وبيعمل مباراة كبيرة ودائما المدربين الاهل اللي بيقودوا الفرة في الدوري في مباراةهم مع الاهل بيعملوا مباراة كبيرة جدا وبيعملوا نتائج لو نتذكر في السابق مختار مختار وعدد مدربين كانت من ضمن أصعب المباراة الآلة بيواجهها مع هذه إلا الفرق فماتش المقص هيبقى صعب ماتش المولين هيبقى صعب وفي ظل الصعوبة دي هتلاقي الناس ما بتقع تتكلم على صفقات وتعاقدات ولعيبة رايحة ولعيبة جاية وانت داخل على نهاية إفريقيا يطلع يقولك أصل علي معلول رفض التجديد في الفترة الحالية هو بأي منطق في مسؤول يفتح ملف تجديد مع لعب وعنده مباراة كل 72 ساعة وعنده نهاية إفريقيا مش لما انخلص المشواري الإفريقي تبدأ الناس تحضر وتشوف القائمة بتاعتها السنة الجاية يظروفها هو عائد علي معلولة يخلص كمان شهر ولا شهرين ده لسه 14 شهر الفراغ اللي عند الناس اللي لدرجة لكل شوية يطلعوا خبر ومعلومة عن النادي الأهلي ولا عشان النادي الأهلي مركز دايما في البطلات وما بيكلمش وما بيردش على حد ولا عشان النادي الأهلي دايما عنده عارف ان فيه الإعلام بيشتغل هو حر لكن في نفس الوقت النادي الأهلي عنده مشوار الفترة اللي جاية لازم يركز فيه ما بيفتحش القصص دي وبيردش على حد فالناس خلاص بقى أمر مستباح كل واحد يكتب اللي هو عايزه وكل واحد يطلع اللي هو عايزه نفكر يا جماعة بالعقل الأهلي هيتكلم مع علم علول دلوقتي وعنده مطش كمان عشرة يام نهاية إفريقيا هيكلم في صفقة لعب أجنبي وهو عنده خمس أجانب والخمسة موجودين وعنده نهاية إفريقيا هيكلم في معارين وفي صفقات وهو عنده نهاية إفريقيا بعد عشرة يام أصبروا نخلص النهائي وعندوكم ملفات تتكلموا فيها زي ما انتوا عايزين لكن بأي منطق الإعلام اللي المفروض ان هو يكون دافع قوي للأهلي اللي عنده بطولها إفريقيا يفتح ملفات زي دي ده انتوا لما بتقولوا معلومة على فريق منافس ولو فيها نسبة من الصح وبترد عليكم بتعتذروا فكرة اللي احنا دايما نصدر أخبار غلط للسوشيال ميديا والناس طوالت تعلق عليها عشان في النهاية نعمل بلبلة وفرقة بتمسل مصر دخل عن نهاية إفريقيا ده لا كلام طبيعي ولا كلام منطقي ولسه الكلام ده مش دلوقتي ولا مفتوخ أصلا من أساسه في الفترة الحالية الاجتماعات اللي بتتمي دلوقتي الهدف منها تشكيل قطاع الناشئين الفترة الجاية والإعداد لقطاع الناشئين الفترة الجاية مع قطاع الناشئين قطاع الفريق الأول لسه ده مدرك لبعد نهاية إفريقيا ملف ده يتفتح بإذن الله لما ربنا يكرمنا وناخد العشرة بإذن الله في المغرب وبعد كده بقى مع المشوار المحلي كل الملفات ده تتفتح في توقيتها والنادي الأهلي معاودكم دايما كل حاجة بتتدرس وبتتفتح في توقيت المناسب عشان نحضر بشكل قوي للفترة اللي جاي طيب أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه نبدأ نشوف بقى إزاي الأهلي بيستعد لمباراة المقولين العرب وإزاي الأهلي بيركز فيه المشوار المحلي اللي جاي وست نقاط في مباراتين فأقل من 72 ساعة المقولين يوم الخميس والمقصة يوم الحد